مجدداً تضع الفصائل المسلحة الحكومة العراقية في موقف لا تحسد عليه مع حليفتها الولايات المتحدة خصوصاً وأن الأخيرة عدت الهجمات على قواعدها العسكرية خرقاً لأمنها وسيادتها هجمات متكررة على قواعد أميركية يقابلها رد أميركي عنيف على مواقع تابعة للحجد الشعبي هنا يلقى اللوم على الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة العراقية وتخضع لأجندات خارجية تتجدد هنا أزمة أميركية إيرانية من فكت وهي تلقي بظلالها على العراق سقوط قتلة من تحالف الدولي في منطقة التاجي لدليل واضع أنها تكون عملية تصعيد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ولهذا نرى بأنه سيكون عملية توتر بالعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية لأن لا تستطيع الدولة العراقية لحد هذه الساعة بعملية السيطرة بشكل مباشر على كثير من الفصائل المسلحة التي ما زالت تعمل خارج إطار القانون العراق وفي قراءة سريعة للمشهد العراقي يؤكد مختصون أن الفصائل المسلحة تعمدت استهداف القواعد الأمريكية من جديد في محاولة منها للضغط من أجل تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق استهداف مع اسكر التاجي يوم أمس هو جاء أيضا ورقة ضغط من أجل تطبيق قرار إخلاء القوات الأمريكية من الأرض العراقية وهو أيضا بمثابة إحراج للحكومة العراقية التي لا تستطيع أن تكون لديها منسوب عالي من التفاوض أمام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحول الموقف الرسمي العراقي نرى أن الحكومة العراقية سارعت في شجب واستنكار الهجومين وتوعدت بالتحقيق فيما جرى إلا أن ذلك الموقف قابله تشكيك من قبل متابعين للشأن العراقي مؤكدين إن عشرات الحوادث مرت دون إظهار نتائج واضحة ويبقى العراق هنا حلبة للصراع الأمريكية الإيرانية المختبئ تحت عباءة الفصائل المسلحة يا علي يا علي يا علي يا علي